السلام عليكم ورحمة الله وإحنا وسهلا بكم قناتي على اليوتيوب قناة طبخ من بغداد هلو كل الهلي بكم اليوم تعالوا نسوي أطيب كباب مشوي بالفرن رح نحضر للفطور بطريقة بسيطة وننطينكة الفحم يطلعوا يانا الطعم خرافي فشنو كملوا الفيديو للأخير وشوفوا الوصفة شون نصير وإذا حبيتوها خلونا لايك من إيدكم الحلوة واشتركوا بالقناة إذا كنتوا ما مشتركين هسه رح نقول بسم الله ونبدأ لتحضير كباب طيب أكيد رح أحتاج إلى خلطة لحم طيبة عندي هنا كيلو من اللحم المفروم عبارة عن نص كيلو من لحم بطن الخروف ونص كيلو من لحم خواصر العجل ويربع كيلو من اللية ترمناها نسوي وخليناها رح أضيف هسه عليها حبة بصل صغيرة برشته باستخدام الحافات الناعمة رح أضيف أيضا كمية من المعدنوس إذا تحبون تخلون كرفوس حسب رغبتكم ترمتها كلش ناعم وضفتها في وقت الخلطة مالتنا ملعقة طعام كبيرة من الطحين طحين أبيض طحين أسمر ما يأثر رح أضيف أيضا كمية من الملح ورشة من الفلفل الأسود وأبدي أعجن عجينة الكباب تحب تنعجن كل شهواية إلى أن يوصل مرحلة اللحم يصير به مثل الخيوط فضروري تعجنون عجينة الكباب كل زيان على موت تتماسك وياكم ومن تشوها سواء على المنقلة أو بالفرن أو على القريل يعني بالطاوة ما تتفتفت وياكم وما توقع من الشيش إذا رح تشوها على المنقلة فلازم تعجنون العجينة كل الزيان وتوصل وياكم المرحلة مثل ما قلت لكم إلى أن تبين عدكم خيوط اللحم فهاي الخطوة كلش مهمة على مودع عجينة الكباب تتماسك بعد أن نعجن عجينة الكباب كل الزيان ضروري أن ندخل هلث اللاجة على موت تبرد وترتاح أقل شي فد نصف ساعة قبل ما نبدأ نشكل الكباب الفيديو مالتنا برعاية كلينيك بيوتي كير مجموعة العناية الذهبية للبشرة تمتعي ببشرة براقة ومتجددة كل يوم المنتج متوفر بالعراق ويوجد توصيل لكافة المحافظات جربوا وادعوا لي بعد أن تركت عجينة الكباب تبرد وترتاح بالثلاجة لمدة نصف ساعة رح نبدي هسا نشكلها أما تستخدمون شياشة أو أسياخ بهشكل هذا يعني تكون حديد أو تستخدمون الأسياخ الخشب لكن نقعوها بالماء فد ربع ساعة يلا تشكلون عليها الكباب أو إذا رح تشوها يعني بالفرن تقدرون تستخدمون الملعقة وتشكلون عليها الكباب بهشكل هذا اللي إذا شوفوا طبعا أنا مو محترفة بتشكيل الكباب يعني أكيد أنا ممثل الكباب شي لكن يعني بهشكل هذا تقدرون أنتو تشكلون الكباب وأكيد كل واحد يعني ومهارته بهذا الموضوع الخلطة هذه ماتة الكباب تنفع أنه تشوها على المنقلة أو تشوها بالفرن أو تشوها بالطاوة على الطباخ كل الطرق يعني ترهم كملت تشكيل قطع الكباب كلها بنفس الطريقة اللي إذا شوفوها رح أخليها هسة في قالب الشوي ورح أضيفوها شوية من الطماطع والبصل قطعتها بهشكل هذا ورح أضيفلها رشة بسيطة من الزيت النباتي رح أخذ هسة القالب مالتي وأدخلها إلى فرن محمي بأعلى درجة حرارة بالفرن لازم تكون درجة حرارة الفرن كلش عالية على مود قطع الكباب تبقى محافظة على السوائل والدهن الموجود بداخلها وما تصغر ويتغير حجمها كل شوية وتفقد كل السوائل والدهون الموجودة بداخلها وبالتالي طلعتكم الكباب ناشف فأرجع وأكد أن حرارة الفرن لازم تكون أعلى ما يكون شغلت الشوائتين بنفس الوقت إلى أن أخذت ويانا قطع الكباب هذا اللون الحلو بعدين جبت فحمة جمرتها ضفت عليه شوية من الزيت النباتي وغلفت القالب لمدة دقيقة وحدة فقط بس على مود يأخذ نكة الفحم ويطلع عدنا كباب يجنن تمنيت قدامكم أصدقائي ريحته وطعمه كلش كلش طيب ومثل ما شفتوا بقد القطع محافظة على شكله تقريبا هو لازم يصغر شوية لازم حتى لو شوينا على المنقلة بس أكيد مو زيادة عن اللزوم يعني لأنه معناه فقط كل السوائل والدهون الموجودة بداخله ويطلعوا إياكم ناشف رح أضيف لرشة من السمق أو السمق وللطماطن ضيف شوية من الملح وصار أدنى أطيب مشاوي بطريقة بسيطة وطعم طيب تعالوا نحضر أطيب مقبلات ممكن أن نقدمها ويا المشاوي وهي متبل البادنجان رح أجيب حبة من البيتنجان غسلتها وثقبتها به شكل هذي ورح أبدي ألفها باستخدام ورق الفويل أو الألع من يوم قطع البيتنجان هذي ممكن تشووها بالفرن بأعلى درجة حرارة أو ممكن تشووها به شكل هذي تخلوها على الطباخ براحتكم اختاروا الطريقة اللي يتعجبكم أنا شويتها بالفرن أخذت ويايا تقريبا نصف ساعة على أعلى درجة حرارة إلى أن وصلت ويايا إلى هاي المرحلة لازم قطع البيتنجان عندكم تستوي بالكامل وتكون طرية بحيث أقدر بسهولة أهرسها وأستخدمها بتحضير مقبلاتنا اليوم هذا هو شكلها بعد أن طلعتها من الفرن رح أفتحها به شكل هذي وأتركها إلى أن تبرد تماما بعد أن تبرد تماما رح أبدي به شكل هذي أشيل لب البيتنجان وأفصلها عن القشر وأخليه في محضرة الطعام طيب رح ناخذ قشر البادنجان رح نرميه أكيد ما رح نحتاجه ورح ناخذ لب البادنجان ونخليه في محضرة الطعام رح أضيف عليه ملعقة طعام كبيرة من اللبن الزبادي أربع ملعقة طعام كبير من الراشي أو الطحينة حضيف أيضا فص صغير من الثوم وإضافة اختيارية إذا ما حبيتوا تضيفوه تقدرون تستغنون عنه رشة من الفلفل الأسود وعصرة من الليمون تقريبا ملعقة طعام مليانة من عصير الليمون وأكيد ما ننسى الملح رح ناخذ هسي كل هاي المكونات ونخلطها بالخلاط هذا هو شكل ام تبقى للبيتنجان مالتنا بعد أن خلطته طبعا طعمه كلش كلش طيب احنا محضرين هاي الوصفة بأكثر من طريقة كلها طيبات وخير وبركة اللي يبقى طبعا من عنده تقدرون تخلوه بعلبة وتحفظوه بالثلاجة يبقى وياكم مثل الورد وطعمه يجنن اليوم طبعا مسويت حليه لأنه رح نستبدله بالفواكه موسيقى موسيقى انه يطلق موسيقى 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 وبسم الله ما شاء الله وصلولنا على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ربي يرزقنا وإياكم من الطيبات ويشبع كل جوعان هذا كان فطورنا لهذا اليوم يارب تكون الوصفات مات اليوم عجبتكم وحبيتوها طبعا صبيتوا إياه شربة الماش حضرناها بالفيديو السابق أنتم مثل ما تعرفون أنا شربة أطبخة بين يوم ويوم لأن إذا يومية أطبخ شربة أموت فالشربة أسويها بحيث تكفيني اليوم وبواتشر يلا أسوي نوع جديد وألف الحمد لله على النعمة وصلنا النهاية الفيديو مالتنا لهذا اليوم يارب تكون الوصفات عجبتكم وخدمتكم أتمنى لكم مقدمة صيام مقبول وأفطار شهي نلتقي إن شاء الله بواتشر نفس الموعد فيديو جديد وسفرة طيبة كونوا على الموعد ومع ألف سلامة